نحن أمام دراسة أخرى مهمة لمعهد واشنطن للدراسات ترجع إخفاق هذه العملية السياسية برمتها إلى وجود الميليشيات ليس وجودا مضرا للعملية الأمنية بقدر هو وجود ابتلعة الموازنة والميزانية وموارد الدولة تمكين الميليشيات المسلحة في ليبيا من كل موارد الدولة المنهكة من الاقتتال أضعف فرص الحل المؤجل منذ سقوط نظام معمر القذافي معهد واشنطن للدراسات يرجع إخفاق الأطراف السياسية في التوصل لتسوية سياسية إلى ثلاثة مطبات تعترض طريق الحل إذ يربط المعهد الأمريكي تفضيل القيادة السياسية لامتيازات السلطة على احتياجات السكان هي سبب لبقاء حالة الامفلات الأمنية السبب الثاني متعلق بالنظام المالي الذي يحافظ على تدفق أموال عائدات النفط لشبكة توزيع مبهمة تستفيد منها جهات سياسية وميليشيات أيضا أما المطب الثالث فهو عبارة عن شبكة من الجماعات المسلحة الهجينة أو شبه الرسمية التي تمولها الدولة في الغالب والتي تتمتع بامتيازات الدولة ويلفت المعهد إلى أن الحكومة تنازلت عن الكثير من السلطة للميليشيات المحلية والوسطاء القبليين حيث لا يستطيع أحد تفكيكها دون المخاطرة بحياته كما أن اعتزام الجيش الليبي استئصال الميليشيات دفع بها للاتحاد وتشكيل ما سميت وقتها بعملية فجر ليبيا وذلك في 2014 المعهد يضيف أيضا أن غياب أي شكل من أشكال الحماية الدولية إن الحكومة المنتخبة سوف تواجه وضعا صعبا قد تؤدي إلى إشعال شرارة حرب أهلية أخرى معهد واشنطن أشار أيضا إلى أنه إذا حدث أي تقدم في الانتخابات فيجب أن تكون الميليشيات جزء من الاتفاق وسيتطلب ذلك ضغطا كبيرا من الجهات الفاعلة الخارجية هنا يرى المعهد الأمريكي أنه يتعين على المبعوث الأممي أن يولي اهتماما أكبر لمفارقة الميليشيات بل إعطاء الأولوية للاتفاقات السياسية